سوارس يضم بيرسي تاو عبد المنعم لقائمة الأهلي لمواجهة فاركو أعلن ريكاردو سوارش المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمباراة فاركو التي تقام مساء غدا الأربعاء على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ 28 حمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير محمود متولي رامي ربيعة ياسر إبراهيم حسام حسن وليد سليمان، أيمن أشرف، أليو ديانج، محمد مجدي أفشا، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، حمد الله على السلامة محمد عبد المنعم، حمد الله على السلامة، لويس مكيسوني، محمد هاني، محمد فخري، محمد أشرف، وزياد طارق النادي الأهلي النهاردة اختتم تدريبات استعدادا لمباراة فاركو اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فاركو التي ستقام غدا في تمام الساعة التاسعة على ملعب استاذ الأهلي والسلام عودة أكرم توفيق، الحقيقة عودة أكرم توفيق، أعتقد أنها بتمثل ثقة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهلي يمكن سوارش حتى هذه اللحظة لسه ما شافش الرجل وبالمناسبة أكرم حيموت ويلعب، يعني لسه كنت أتكلم معاه، حيموت ويلعب نفسه قال أجابت والله العظيم نفسه لعب ولكن يعني طبعا فيه إجراءات طبية معينة يجب أن يتم اتخاذها علشان يكون سليما معافا لأنه جمهور الأهلي ينتظر واحد زي أكرم توفيق، أعتقد هيبقى له دور إن شاء الله مع سوارش خلال الفترة القادمة، النادي الأهلي خد ميرانو الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التيتش واجتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة فيما خد حراس مرمى التدريبات تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس جهاز الفني للنادي الأهلي كان قد منح اللاعبين راح أمس بالتدريبات بعد مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وضغط المباريات بص الحض ده، سلام عليك يا كيمو يا جميل أنا بحب أكرم توفيق ده تحس وجوده إن هو بيدي طاقة إيجابية للعبين مهما كانت الظروف، الحقيقة يعني بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يحفظه وكل جمهور النادي الأهلي ينتظرك يا أكرم علشان إن شاء الله تعود سالما معافا مع الفريق خلال الفترة القادمة زي ما حضراتكم شايفين كل مركز أه تعبنين، أه مجهدين، أه اتنشر نقطة فقدناهم بسبب التحكيم ولكن هناك بعض القصور اللي احنا بنتكلم عنها دائما القصور الفنية دي موجودة برضو عشان ما حدش يقول كذا ولا كذا أهو هناك بعض القصور الفنية فاللعابة بتحاول تركز أكتر علشان الفترة القادمة ما يبقاش في حاجة كده ولا كده إن شاء الله كل التوفيق في مباراة بكرة للنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر